بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يما احنا نجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم و احنا بنسمع حديثه و نعيش معاه و نتدبره في حضرته صلى الله عليه وسلم و نحاول نعيش معاه أحب الصفات اللي هو كان بيحبها صلى الله عليه وسلم و يحب يخليهن باب مفتوح في الحياة على السعادة و الهنم في بعض الحديث كده تحس كده ان هي ركن السعادة و ركن الهنم الحديث ده على قد ما فيه جزء كده بيخلي الناس تتاخد لكن الحديث ده اللي احنا نعيش فيه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم و تعالوا نسلم على حضرة النبي السلام عليك يا رسول الله يا بي أنت أمي يا رسول الله صلى الله عليك و آله و يا سلم ايه مع الحديث ده هو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الصدق أيوة هو ده الحديث الراء أهلا بنحبه إن الصدق يهدي إلى البر و إن البر يهدي إلى الجنة و إن الرجل لا يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة و إن الكذب و العياذ بالله يهدي إلى الفجور و إن الفجورة يهدي إلى النار و إن الرجل لا يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب هذا الحديث متفق عليه و هذا الحديث ليه بقول إنه هو ركن من أركان الحياة لإني على فكرة هو ركن من أركان الحياة مش بس ركن عشان هو ركن من أركان الأخلاق لكن ركن من أركان الحياة لإن أنا عايز أقول لكم حاجة الناس إما أن تعيش بصدق أو تعيش بكذب هقول لكم إيه اللي خلانا إيه دا فعلينا إن إحنا نتكلم عن هذا الحديث الآن الناس و خاصة لما بيخرجوا من شهر رمضان بتبقى فيه مشكلة عندهم إيه المشكلة اللي عندهم المشكلة إنه من أكتر المهارات اللي كتير من الناس أتقنوها في الوقت دا عارفين مهارة إيه التمثيل إن الناس بتمثل يعني إيه بتمثل بتهذر مش عايشة بجد مش حاسين بإن العلاقة اللي بينهم بين ربنا أو العلاقة اللي بينهم بين الحياة نعمة الحياة هي رجولة هي الصدق لإن مركز الرجولة هي الصدق ولذلك الصدق دا تكنزي المؤمن ولذلك أول حسن خلق تعرفنا بيه على حضرة النبي كان خلق لإيه الصدق هي حياة الآخرين دولا صدقين في إنهم عايشين تعالوا تعالوا نشوف الناس على السوشال ميديا هما صدقين في إنهم عايشين حياتهم ولا عايشين حياة الآخرين قاعد بيبحث في أسرار فلان ويدعبس ولا فلان ويعمل هو صدق إنه عايش يشعي حياة الآخرين وزي قلت لكم بكذا البحث اللي أنا عملته على عدد من الناس وصل الناس ومية بإيه اللي حاصل النتيجة إنه هما الناس بتعيش 96% من حياة الآخرين وبيعيشوا أربعة في المية بس حياتهم هم أيها الصدق دوت هو اللي بيخلي للحياة مش بس طعم الأهم من إن الحياة بيبقالها طعم إن الحياة نشوفها على حقيقتها فلذلك ليه الرجل زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يسدق ويتحرى الصدق ليه بيتحرى الصدق لأنه بيتحرى الحقيقة من غير الصدق مش هتشوف حقيقة الأشياء وحشان كده العلماء لما جوم يعرفوا الصدق قالوا إيه مطابقة الكلام للواقع وسعادة يقولوا مطابقة الكلام لنفس الأمر أو للواقع لذلك الصدق بقى قيمة مركزية وكأنه بيقولوا لنا العلماء بما إن الصدق ومطابقة الكلام للواقع أصبح الصدق هو مركز تعرفنا على الحياة علشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون مع الصادقين فقال وكونوا مع الصادقين تخيل كده لو إن البيئة كلها صادقة فإحنا عيشنا مع الصادقين عن عيش مع من؟ مع الله فنعيش في أمان الله ولذلك إيه اللي حصل؟ زي ما المسلم من سلم الناس من لسانه ويادي والمؤمن من أماناه الناس هيبقى هو ذات معنى الصدق فنعيش في أمان لأن الصدق أمان موصل لذوق حلاوة الإيمان فبالصدق يأذوق الإنسان معنى الإيمان فلذلك لازم كان أول بوابة نعرف فيها هذا الدين هو إن يدخل الدين ده من بوابة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فالصدق مش بيكون في الكلام على فكرة الصدق بيكون أنا دايما بقول كده يا جماعة الصدق مش بيكون في الكلام الصدق بيكون في الحياة ولذلك تلاقي الصادق في الحب واسع يحب الناس والناس تحبه مش بيمتلك حبيبه عشان يكون بتاعه هو بس لكن هو شايف إن من الصدق في الحب إن الشخص ده يحيى حياة حقيقية والحياة الحقيقية مش إن أنا أسل بحلية حد وأمتلكه لكن الحياة الحقيقية إنه هو حر حتى ولكنت بحبه ولذلك لا يحسن الحب إلا الصادقون لا يحسن الحب إلا الصادقون وعشان كده تلاقي الصادق في العمل مثلا إيه تدفعه صدق نيته للاستمرار في العمل حتى لو أوزي في العمل حتى لو ما خدش حق وحتى لو الظلم حتى لو كان العمل فيه معوقات وفيه عراقيل إيه اللي حاصل هو صادق في العمل فمستمر مداوم في العمل يتعب يرتاح وبعد كده يكمل لأنه صادق فتلاقيه الصادق مهما تغيرت عليه الأحوال بيستمر لأن الصدق علمه إنه ما يشوفش غير الحقيقة ما يشوفش ما سوى الحقيقة فالصدق يا سيدي بوابات بوابات كبيرة من النور فالصدق يفتح عليك أبوابك بكتيرة جدا جدا فالصدق مثلا يفتح لك باب السلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في رمضان فقلنا إنه احنا كلنا بندور على راحة البال والسلام الصدق بقى يا سيدي باب واسع من بوابات القلب السليم اللي بتفتح عليك أسرار قول أسرار قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم علشان كده بقول الصدق نور والصدق سرور والصدق ينجي الإنسان من الغرور والصدق هو الذي يجعلك من أهل النعيم في القبور والصدق هو الذي يفتح لك باب البر وينقذك من الفجور فالصدق سفينة نجاه عندما تتجدد الحياة برؤية العبد للحقائق التي فرش بها الحياة مولاه هو ده الصدق يخليك تشوف الحياة إن هي مصنوعة بيد مولاك فالصادق بيشوف فضل الله بالناس اللي حواليه تلاقيه دايما ممتن ممتن لزوجته إن هي بركة حياته وإن هي ربنا جعلها هي اللي خلت البيت ده عمران بالمواد ده والرحمة وممتن الزوجة كمان لزوجها إنه هو سندها وممتن لأولاده ممتن لزملائه في العمل ممتن حد يقول لي وينفع إنه هو يمتن لأولاده طبعا أنا ممتن لأولاده إنهما كانوا سبب في ساعة رزقي نحن نرزقهم وإياهم ممتن إن ربنا سبحانه وتعالى وسع رزقي بأولادي مش بس وسع رزقي ربنا إداني معنى لحقيقة وجودي لما خلاني أب بسر مين؟ بسبب أولادي الله يرضى عنهم ويبارك لهم ويخليهم لي جددوا معنى الحياة فيه وكمان أنا ممتن لزملائي اللي خلوني أحس إن العمل فوقه يد الرحمن فوقه يد الرحمن لما إحنا كلنا بنجتمع عشان العمل فيه أنوار أكتر من إن حد يشيله لوحده مش العمل ما بينفعش وأما نشوه لا العمل فيه مدد كبير لازم نكون كلنا مجتمعين عشان نقدر نشيل أنوار العمل ولذلك الصادق ما تلاقيهوش أبدا عامل نفسه مستغني عن الناس والحياة لا ده شايف فضل الله عليه في الناس والأحداث وكل نعمة حواليه فتلاقي الصادق مع نفسه أول معنى تعرف بها الصادق مع نفسه وإيه الافتقار إلى الله فتلاقيه عايش مفتقر إلى مولاه فيشوف أن افتقاره إلى مولاه سبحانه وتعالى والباب الواسع عشان يشوف نعمة الحياة فيفتقر افتقار الصادقين مش افتقار الذين ينشرون في الناس أنهم من الزاهدين لا 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 افتقار الصادق والافتقار الصادق إيه اللي حاصل؟ لما تلاقي واحد مفتقر صادق ده ما تلاقوهش مغرور ما تلاقوهش متكبر ما تلاقوهش بيصارع ما تلاقوهش بيحاول يئزي حد مش مؤذي لا لا خالص الصادق ده مش مؤذي ولذلك معنى الصادق بيشوف الجمال في كل شيء في الكلمة تلاقي الصادق أكتر واحد يقدر كلام الناس ويحس أنه مليان برسائل من الله في حكمة في حب الناس أن يتتكلم أكتر ما يحب إن هو يسمع يشوف كمان كمان يلاقي جمال الله في البسمة هتلاقي قلبي مفتوح لو شوف حد مبتسم يا سلام على بركة ربنا وفضل ربنا علي يا سلام على الروعة والحلاوة والناس بتحس معاه إن هي في نعيم وراحت بال ونور ووسعة ووسعة يحس إن انت لما تقعد مع واحد صادق بالوسعة وعشان كده الإنسان لما بيكون صادق إيه اللي حصل بتقل عنده الحساسية وتقل عنده المظلمية علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق يهدي إلى البر الصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر والبر يهدي إلى الجنة على فكرة أنا عندي إن الصدق يهدي إلى جنة الدنيا قبل جنة الآخرة فيهدي إلى الجنة مش بس جنة الآخرة كمان جنة الدنيا لأن الإنسان لما بيكون صادق بيتفتح عليه بابه الإبداع والإحسان في العمل فيحس إنه هو في حضرة البدية فيا ربنا سبحانه تعالى يعطيه من أنوار ومن الأسرار ما لا عينه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن يتق الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب الشخص اللي بفضل الله بيتحرى الصدق يكتب عند الله تعالى إنه جاءتاني الحديث إنه بيكتب عند الله إيه؟ صديقا يعني هيكتب في الحياة الحقيقية يعني هيكتب في الحياة الحقيقية؟ يعني إيه الحياة الحقيقية؟ الحياة الحقيقية اللي يطي عند الله ليه عند الله سبحانه وتعالى لأن الحياة الحقية لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة عند الله فهي بتساوي عند الناس أكثر من جناح البعوضة بس عند الله لا تساوي في الحقيقة لا تساوي يبقى الحقيقة بتتعرف من عند الله سبحانه وتعالى فهو عند الله يكتب صديقا يعني في الحياة الحقيقية من عمل صالحا من ذاكر أنسى وهو مؤمن فلا نحيانا هو حياة طيبة دي الحياة الطيبة فيكتب في الحياة الطيبة صديق ويبقى في الصديق داته عايش فين وحاسن أولئك رفيق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيق فيكتب عند الله صديق وإحنا عارفين إن ده وصف سيدنا أبو بكر الصديق الصديق فيه ثلاثة صفات أساسية جاية من مادة الصدق اللي الصاد والدال والقف الصاد يعني صبور ما بيجزعش بسرعة فالصادق صبور صبور على إيه صبور على العلم الموصل للحقيقة صبور على الأخلاق صبور على الأزى فما فيش إنسان عنده صدق ما يعيش بالحقيقة فهو صادق الحياة التانية الدال فهو دائم الأمل والعمل الصادق من بيقفش الصادق بيستمر ثالث حاجة القاف الصادق قافه قرب من الحق قرب من الحق يعني قرب من الحق من الصواب ومن الحقيقة وقرب كمان من الحق اللي هو قرب من الله فالصادق بيحيا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم شايف الحقيقة كلها ولذلك فالصادق يراقب نفسه مراقبة ذاتية عنده الضمير ونفس وما سواء فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاة رجل مفلح لا أقسم بالنفس اللوامة فهو نفسه اللوامة فتخليه دائما يرى الحقيقة فهو عنده مراقبة ذاتية عنده ضمير ضمير فعال لا ينام مش عشان خايف من الأقاب لكن عشان بيعيش بحقيقة قول حضرة النبي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك وبعد كده يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب ياهدي إلى الفجور الكذب ظلمة الكذب جبن الكذب تضييعاً للأمانة الكذب غدر إن ربنا يعطيك الأمانة وتتحمل الأمانة ثم تغضب الأمانة دي ولزاك الكذب غدر وجبن الإنسان اللي طول عمره بيتكلم بالكذب عمره ما بيدوء حلاوة إنه إنسان حقيقي دايماً إنسان إنسان زي ما بيقوله كده إنسان حالة من حالات الهشاشة حالة من حالات عدم الثبات هو إنسان زائف وبيفضل يمثل ويبقى التمثيل دوت أكتر مهارة بيعشته لحياته فيفتقد معنى الحياة الحقيقية خلينا أقول لكم بشكل واضح الكذب بيدمر كل معاني الإنسان الكذب يدمر قلب الإنسان وبالتالي بيدمر عقل الإنسان وبالتالي بيدمر روح الإنسان وبيخليه يستهين بالخطر خطر إنه هو يقطع علاقة فلما حد يكشفه ويكتشف إنه هو كذاب ما يقدرش يعيش معاه الإنسان المسلم مستحيل إنه هو يكون كاذب وإحنا عارفين الحديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الناس لما تعرف بعض الأحاديث بتتصور إن الحاديث اللي تعرفه يبقى مش مهم أبدا ده بيبقى أساس من أساس حياتك حضرت النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم تحصل ثم سئل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم يعني تحصل ثم سئل أيكون المؤمن كذابا قال لا لأن اللي بيكذب بقى بيخون واللي بيكذب بيخلي الناس معاه تحت تحت خط الخطر والإنسان ما يكذبش ليه أنا دايما بقول يا سادة إذا كانت الخمر أم الكبار فالكذب أسه الكبار تكذب على الله تكذب على نفسك تكذب على الناس تكذب تعمل أي حاجة تفسد حياتك هيا الكذب وإذلك من أكبر التحديات اللي بتواجهنا دلوقتي واللي أوقات من غير ما ننتبه بتساعدنا على إننا نكذب على نفسنا لحد ما ننسى إن احنا مين ونعيش حقيقة غير حقيقتنا هو إدمان السوشيال ميديا بعض الدراسات قالت إن إدمان السوشيال ميديا بيساعد في بناء ما يسمى بطبقة أخرى من الذات يبقى فيه طبقة تانية غير ذاتية كده اللي بتتغزى على اللايكات المعجبين وهو إعجاب مش بيعكس بالضرورة صورة حققية للطبيعة الحقيقية للإنسان أو النفع اللي بينفعه للمجتمع ممكن عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن الكذب يهدي إلى الفجور ولزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إسماً إن يحدث بكل ما سمع وشوفوا إنتوا تقييمكم وهالي السوشيال ميديا والتحدث بكل ما سمع ولا لا هذا الفجور ولا عزو بالله يودينا إلى إن الواحد يشعل على قلبه النار نعمل إيه طيب عشان نخرج بقى من اللي إحنا فيه ده أول حاجة عود نفسك وأولادك إن لسان لسانكم يخرج منه كل طيب تعودوا على الكلام الطيب تعودوا على الكلام الطيب ولو عملتوا قبل الناس بكلام طيب تاني حاجة نعملها عشان نقدر يبقى أول حاجة الكلام الطيب تاني حاجة نعملها عشان نقدر نخرج من الكذب وما تتعجبش المكونات دي كلها الإجراءات دي كلها عتخرجنا من الكذب أول حاجة الكلام الطيب ثاني حاجة اللي احنا لازم نهتم بيها عشان نخرج من الكذب ان احنا نعلم اولادنا انهم لما يغلطوا يتحملوا مسئولية ويخليك ايه ويخليك في ظهرهم انهم يتحملوا ده وبلاش التعنيف وبلاش التخويف خليهم يتحملوا مسئولية ويعترفوا بخطأهم ويعتزوا وعلمهم من الاعتذار فضيلة وشجعهم على الاعتذار وخليهم يضيفوا اشياء ايجابية يتجاوزوا بهم الاخطاء اللي عملوها رقم ثلاثة خلينا كاباء واولياء امور نحاول دايما نكون صادقين بلاش لما حد يكلمك تقوله تقول لابنك رد عليه وقوله بابا نايم مسئول ما تخليهمش ومارسوا الكذب تحت حمايتك لا ما تعملش كده رقم اربعة وده شيء مهم جدا لازم نعمله ان الانسان يقوم بتقويم لنفسه بشكل صادق ويتخلص من تحيزاته الكاذبة تجاه كتير من الناس وكتير من الاشياء اللي حواليه لان وجدنا ان التحيزات الكاذبة دي من اهم الاشياء اللي بتخلي الناس تكذب رقم خمسة تعالوا نتعود ان احنا نحدث بالشكل ايجابي فنشجع الناس وندعمهم ونترك تجريحهم وما نسميش الاساء اليهم وما نسميش التجريح صراحة صراحة ما نسميش المجارحة مصارحة فيصبح كلامنا بيفتح ابواب للناس تجاه السعادة ولازم نستمع للناس بتفهم وما نحاولش نعقد الحقيقة بل نتقبل الاوجه المختلفة اللي بيحكيها الناس عن الحقيقة عشان نقدر نكون دايما بنتكلم بشكل ايجابي رقم ستة لازم يكون اهم حاجة في ممارستك للعيش بصدقه ان يكون صادق مع نفسه ان هو يطور نفسه ويكون ثابت على تطويره بنفسه فيكون صادق مع نفسه ان هو محتاجه يتحسن رقم سبعة من اهم الاشياء اللي تجعل الانسان صادق احترامه تأدير الاخرين وتكون علاقات صحية معه السبع حاجات دولة هيخلونا اكيد نعيش في نور الصدق وكمان نذوق حلاوة ان احنا بنذوق من شهد الجنة جنة الاولى قبل جنة الاخرة يا رب جعلنا مع الصادقين واذقنا حلاوة الصدق في حياتنا يا رب العالمي بعد الفاصل يا سادة نلتقي بأسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ونقرأها مع بعض ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت اللي نجيب على الأسئلة المباركة زي ما نجاوب عليها دلوقتي أول سؤال وصل لنا بيقول لي عندي 73 سنة ما شاء الله شاب يعني ومريض لا أستطيع المشي والذهاب للمسجد للصلاة فهلا عليها اسم أبدا لو كنت متعود أن أنت بتذهب إلى المسجد فبشرك بحديث الرسول الله سلم أن الإنسان يكتب له ثوابه معافا صحيح إذا كان مريضا أو مسافرا فمعافا مقيم إذا كان مريضا أو مسافرا فثوابك إن شاء الله تأخذه كاملا وانت ما عليكش اسم ليه طيب ما عليكش اسم عشان حكتين حاجة الأولانية إن الصلاة في المسجد من قبيل السنة المؤكدة سنة يعني مستحبة يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مؤكدة يعني إيه؟ لم يتركها رسول الله سلم أبدا فالصلاة في المسجد دي من السنة المؤكدة ولكنها ليست إيه؟ ليست واجبة وده شيء مهم جدا لازم تعرفه الأمر الثاني أن الشرع الشريف حتى في الواجبات خفف على أصحاب الأعذار وهل كبر السن وهل المرض عزر بلا شك طيب أصحاب الأعذار عندهم إيه؟ عندهم بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خارج مع الصحابة إلى غزو فوقف كده مع الصحابة وقال لهم ما زرت مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم مين دول؟ أناسا بالمدينة إن أناسا بالمدينة ما سرت مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم كانوا معنا قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر فتعلمنا أن أصحاب الأعذار عارفين ليه؟ لأن على فكرة السواب السواب ده برضو لازم هنا ديت الفكرة اللي أنا كنت لازم أقولها لك أولى لحضرتك إيه اللي أنا أعزي أقول لحضرتك بالله عليك شيل من دماغك إن ربنا سبحانه وتعالى بيعملك معاملة الإيه؟ معاملة السوق ما فيش سوق بيننا وبين ربنا ما فيش تجارة بيننا وبين ربنا فيه فضل فالحسنات اللي ربنا هيدهي لك والعطية اللي ربنا هيدهي لك هيدهي لك بمحت فضله يعني ما نعملش العمل الصالح لا يبقى أنت ما فيمتش كلامي أنا مش عايزك تترعب ولا تتوسوس ولا تحس إن انت خلاص أبداً أنا عايزك تتفرغ إن انت تصبر على مرضك وتترك عطاء الله لله تترك عطاء الله لكرمة واصبر على مرضك لأن صبرك على مرضك دي عطية فوق العطية يبقى أنا عايزك بس تقتنع بده وتعيش بيه لأن لو عشت بيه ده هتجد فتح كبير وتجد سعة كبيرة في قلبك وشرح لصدرك إن شاء الله السؤال بعد كده بيقول عندي مال واشغلوا واشغلوا كيف أحسب زكاة المال عليه أول حاجة إحنا المال اللي عندنا لازم يبلغ النصاب ويحولوا عليه الحول حتى لو أنا مشغله حتى لو أنا مشغله يعني لو المال ده مال عامل هيبقى عليه زكاة طيب الزكاة بتتحس بإزاي أول ما المال ده بيوصل لما يسوي خمسة وتمانين جرام دهب عيار واحد وعشرين لعيار تمنتاشر ولا عيار أربعة وعشرين لأن الرسول اللي صلى الله عليه قال لهم في الزكاة إنهم ما يتجنبوا كرائم أموالهم ولأن 18 ده من الذهب على الحقيقة يبقى هو ده مناشغل اللي إيه الواحد وعشرين طيب يبقى عندنا إيه بقى يبقى أول ما المال يبلغ خمسة وتمانين جرام دهب يبلغ يعني إيه قيمة خمسة وتمانين جرام دهب نشوف الخمسة وتمانين جرام دهب دولا بيساووا كام وأول ما يوصل لهم أطلع الزكاة في لحظتها لا هعمل إيه أنتظر إن الخمسة وتمانين جرام ده يبدأ يحول عليهم الحول يحول عليهم الإيه الحول الحول هو إيه سنة قمرية سنة قمرية من اللي إحنا بنعدل أشهرها اللي منهم شهر رمضان اللي هو الشهر التاسع يبقى إيه اللي حاصل يبقى إذن إذن يحول عليهم الحول بسنة إيه قمرية خلاص المال عندي خمسة وتمانين جرام دهب وحال عليهم الحول تجيب عليهم الزكاة كام بقى تجيب عليهم الزكاة اتنين ونصف في المية من المبلغ كله يعني إيه المبلغ كله من المبلغ والريع اللي جاء عليه طب والريع اللي جاء عليه ده ممكن ما يكونش حال عليه الحول لو خرجته أول مرة في تاريخ معين السنة اللي بعدها أخرج آه ممكن تكون أول سنة أخرج عليه بأكتر من ما وجب عليه الزكاة لكن السنة اللي بعدها بخرج على على الرقم بالمزبوط ولذلك دي أفضل طريقة أنا أحدد تاريخ تاريخ إيه تاريخ هجري وأخرج الزكاة في كل التاريخ ده واتما دام المال ده وات إيه لم ينقص عن إيه لم ينقص عن النصاب النصاب اللي هو خمسة وتمانين جرام ده طيب وطلع كام اتنين ونصف في المية يعني خمسة وعشرين جنيه على كل ألف خمسة وعشرين جنيه على كل ألف جنيه اللي هو اتنين ونصف في المية ده حساب الزكاة اللي أنا الأموال اللي أنا مديها لحد وبيشغلها يبقى المال أصل المال والريع اللي جال عليه هطلع عليه في التاريخ ده السنة اللي جاية بقى هيطلع بالضبط على المال ده عايز أعمل للريع بقى حول جديد ممكن بس أنا بقولك الطريقة اللي ما تلغبطكش وسهلة عليك ولو عملتها هتيسر عليك إخراج الزكاة عشان إنت ما سألتنيش بس إيه إيه مقدار الزكاة لكن سألتني إزاي أحسبها لإني في التسعينات في أوائل التسعينات حصل مؤتمر كبير عن حساب الزكاة في ماليزيا وفي غير رمان الدول وخرجوا في المؤتمر ده إن أفضل طريقة لحساب الزكاة واحدة من طريقتين الطريقة الأولى إن أنا أحد التاريخ وطلع على الزكاة في التاريخ ده قالوا المشكلة الأساسية إن أنت في أول مرة هتطلع زيادة بعد كده مش هتطلع هتطلع بالضبط على المال اللي عندك اللي واجبت عليه الزكاة الطريقة الثانية إن احنا ناخد معدين وناخد المتوسط بينهم ده صعب جدا برضه فالأساس إن في الآخر خالص استقرت الفاتوى إن احنا نطلع على تاريخ من التاريخ دي ونطلع الكلام ده عليها السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ لو واحد مراته شكة إن هو بيصرف عليها وعلى عيالها حرام تتصرف إزاي هل تتطلق ولا تنصعه وتعيش وما لهاش دعوة ايه الطريقة دي في السؤال لا تعمل كده ولا تعمل كده أولا ما تتطلقش قولا واحدا أمر التاني إن الشخص ده لو كانت هنا عندها شك ايه للشك ده جاي من اين مجايز الشك ده جاي من كلام الناس وكافة بالمرأة اسمها أن يحدث بكل ما سمع وقد يكون دهت لإن هي حسة إن هو راجل أخلاقه دي تجيبه واحد مرتشي ما فيش حبا فيش الكلام ده هي شافته وهو بمرتشي ما شافتهوش فلازم يكون عندها حسن ظن فيه لإن هو دهت الطريقة اللي بنتعامل بها مع بعض لو كل واحد فينا هيتتابد تاني أو يشك فيه يبقى ما شو هو ده صح طيب تعمل ايه توجهه توجهه بلطف المرأة الصالحة كانت تقول لي جوزة هو خارج من برة إننا نصبر على الجوع ولكننا نصبر على النار فاتق الله فينا تيجي تقول له كلام ده تقول له بس يا سيدي إحنا حابين حاجة واحدة بس إن إحنا نأكل من حلال فصريحة وتعالي نتكلم وتعالي نشوفها نعمل إيه وتعالي نتناقش ومش هيجي ده غير لما هي تتعود إن هي تتكلم معا كل ما تتعود إن هي تتكلم معا يبقى هي إن شاء الله تصل إلى إن هي تنصحه فواجب عليها إن هي تنصحه مش واجب عليها إن هي تجرحه أو تتهمه بغير دليل وبغير سبب يا رب تجعل قلوبنا دايما عامرة برضاك وعامرة بنورك وعامرة بمددك وجعلنا يا رب دائما نكون على ثقة بأنك لا تجري علينا إلا ما تحب الذي هو أحب إلينا مما نحب يا رب العالمين اجعلنا في أمانك وفي فضلك واجعلنا على الدوام من أهل محبتك ومن أهل الرضاك واجعلنا يا ربنا على الدوام على أخلاق حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلنا يا ربنا دوما في حضرتك واجعلنا يا ربنا دوما في محل نظرتك إلينا بالرحمة واللطف يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة